اربعة في مهمة رسمية الاهلي وبرامد في دول الابطال وزمالك ومودن فيوتشر في الكون فيدرالي موسيقى على بركة الله هتبدأ فرقنا المصرية الاربعة مشوارها في دور المجموعات في بوتولتين افريقيا يوم الجمعة ضربة البداية هتكون مع البرامدز اللي هيبدأ مشواره بمواجهة برق مازنبي الكمغولي ويوم السبت اللي قاله هيستضيف مديامة الغاني ويوم الحد ازا مالك هيواجه ابو سليم الليبي في القاهرة وفي نفس اليوم مودرن فيوتشر هيستضيف سوبر سبورت الجنوب افريقيا نتمنىها انطلاقة قوية للاندية المصرية في كل البطولات الافريقية موسيقى 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 يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر فيرامدز ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية هيواجه مازنبي في دور الابطال في بداية دور المجموعات وان شاء الله طبق انطلاقة مصرية كبيرة الاهلين مع منافس ملوش سمعة كبيرة في القارة الافريقية هو مديامة الغاني هيلعب يوم السبت ايضا في مستهل مشواره في دور المجموعات بدور الابطال اما في الكنفيدرالية الافريقية ففيوتشر هيواجه سوبر سبورت الجنوب افريقي يوم الحد وفي نفس اليوم الزمالك هيواجه ابو سليم الليبي املا ان شاء الله ان شاء الله في عودة جيدة مرة اخرى لنادي الزمالك في البطولات الافريقية اقصد بالعودة دي عودة لنادي الزمالك الاسم الكبير في القارة الافريقية هنتكلم بالتأكيد كتير عن مباريات الاهل والزمالك وبرامدز وفيوتشر في دور الافطال والكنفيدرالية ولكن معايا زوم مهم جدا لقاء مهم جدا مع تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي انترخت فرانكفورت الالماني الان يا فندم مشرفني ومواني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر خبرات عديدة جدا في وقت قصير جدا سواء مع هوفنهايم ولايبزيك وحتى وصلت الى انترخت فرانكفورت قولي كيف وصلت الانترخت فرانكفورت هذا العام وطرق العمل مع النادي منذ بداية العام خاصة ان انترخت فرانكفورت من اكتر الانداء ومن اكبر الانداء اللي بتطلع لعبين رائعين جدا لكل العالم في البداية تحياتي لكم من فرانكفورت جزيل الشكر على هذه الفرصة السعيدة مررت بتجارب ومحطات كثيرة قبل وصولي الى هذا المنصب حاليا المدير الرياضي في اندية المانية طبعا من اندية المانية وقد توجد هذه بحصولي على هذا المنصب الرفيع في المنادي انترخت فرانكفورت انت كنت مع هوفنهايم في افضل احواله على الاطلاق في الفترة من الفين وخمستاشر الفين وتسعتاشر وكنت مع لايبزيك واحد من الانداء الالمانية الكبيرة في الفين وتسعتاشر لحد الفين واحد وعشر وصولا لانترخت فرانكفورت اللي امال كبيرة جدا متعلقة بيك حول الاستفادة من امكانياتك الكبيرة في اضافة شيء لهذا النادي المحترم لليه خبرات كبيرة في الدول الالمانية اعتقد ان انا نادي انترخت فرانكفورت ونادي عريق ونادي الماني من اقدم الادية الموجودة في المانيا وعلى مستوى اوروبا ايضا وقد استطاع تحقيق نتائج جيدة جدا على مستوى المانيا وعلى مستوى اوروبا ايضا واعتقد ان انا نضم عددا كبيرا من افضل لاعبي المانيا الذين استطاعنا ضمهم الى نادي فرانكفورت حاليا واظن انه وفقا لهذا الطائفة الكبيرة من اللاعبين المنتزين استطيع ان نحقق انجازات كبيرة جدا على المستوى الالماني وعلى المستوى اوروبا ايضا بالتأكيد متوقع ان السؤال القادم هيكون يخص لعبنا المصري الكبير عمر مرموش لماذا اختار انترخت فرانكفورت ضم عمر مرموش للفريق بداية من هذا العام وكيف تتوقعون او كيف تتصورون المستقبل بالنسبة لعمر مرموش ما اعتقد ان عمر مرموش ممعروف بالدور الالماني معرفة جيدة ليس غريبا لانه لعبة في اندية اخرى وهي ادنى ايضا عريقة ومعروفة ولكن اعتقد انها انجاز جيد وانجاز ممتاز اننا استطعنا ضم عمر مرموش لما يتمتع به من مهارات متميزة تختلف عن اقراني في كثير من الاندية الاخرى واظن ايضا انه يهمني ان نطور من مستوى اداء اللاعبين وبتالي فان نظام عمر مرموش اعتقد نقطة اضافية وميزة اضافية لما يتمتع به من مهارات في المركز الذي يعمل به سرعته العالية وادائه المتميز والجودة التي لعبها عمر مرموش مختلفة ولم نراها في كثير من اللاعبين ومن ثم اؤكد نتوقع منهم الكثير ان نضيف الى كثير النادي انترا ايتراكت فرانكفورت وتحقيق نتائج ممتازة في دور الالماني انتراكت فرانكفورت من اقبل اندية في اوروبا كشفا عن المواهب وشوفنا ازاي انتراكت فرانكفورت طوال المواسم الماضية يصدر لعبين رائعين لكل اندية العالم هل انتراكت فرانكفورت في خطتك انت شخصيا خطة للتواجد في افراقيا بشكل اكبر الكشف في افراقيا بشكل اكبر تحديدا في مصر حول لعبين جدد ينضموا ليه نادي انتراكت فرانكفورت في المستقبل نحن اعتقد ان نقول ان نحن نبعث ليس فقط في افراقيا ولكن نحن نبعث الرياضيين الى جميع نحاء العالم ونقوم بجولات في جميع نحاء العالم لضم المهارات الجديدة واكتشاف المواهب الجديدة ان ما يهمنا في المقام الاول هو الحصول بصرف النظر عن جنسية هذا اللاعب فنحن نسعى الى ضم اللاعبين المتميزين من جميع نحاء العالم عظيم جدا سمعنا كتير واكيد قرأت معنا كثير في الصحف العالمية تحدثون عن ضم انتراكت فرانكفورت مهاجم جديد في يناير هل انتراكت فرانكفورت ينظر لمهاجم او ضم مهاجم جديد في شهر يناير القادم قرأت عن ذلك ايضا وعرفت ذلك ولكن لا استطيع على الاسف شديد ان اعطي معلومات دقيقة او اسماء بعينها انت تعرف ان هذه المعلومات تحض بقدر كبير من السرية وان المفاوضات ما تزال قائمة لان هذا المتعلق ايضا باحتياجات الاندية الاخرى وكافية التفاوض معها وبالتالي لا استطيع ان اعطي معلومات دقيقة بشهر عمر مرموش الشهر القادم هينضم لي منتخم مصر في كأس الامم الافرقية فترة يغيب عن الفريق فريق انتراكت فرانكفورت هل يتأثر فريق انتراكت فرانكفورت هل نصحت عمر مرموش بالبقاء مع الفريق ولا متفاهمين فكرة الاشتراك مع منتخم مصر في كأس الامم الافرقية بالطبع نحن نبدي تفاهما كبيرا لهذا لان عمر مرموش سيلعب لصالح منتخب وطني وهذه مسألة نقدرها تقديرا كبيرا وليس لدينا اي مشكلة بهذا الصدد ونتمنى له ان يؤدي اداء جيدا مع المنتخب المصري ويحاقق نتائج المرجوة ولدينا دخلين لا توجد اي مشكلة بالعكس نحن نرحب بذلك ونرحب مسألة ستضيف الى رصيده وتضيف الى رصيد خبراته ولا تؤثر على نادي دخلين لدينا الموسم الماضي تحدث مسؤولي انتراكت فرانكفورت انه كولوموني لن يبيع لفريق اخر وثم انتقل كولوموني الى باريس سان جرمان هل في لعبين سيخرجوا في يناير من انتراكت فرانكفورت ولا الفريق باك على لعبيه لنهاية الموسم ليس من المستبعد ان يترك بعض اللاعبين نادي انتراكت لكن انت تعلم انها مسألة متصلة مسألة مهنية اذا لم يكن هناك حاجة ضرورية لهؤلاء لعبين فلا مانع من انتقالهم الى اندي اخرى بايرن ميونيخ هو الفريق الابرس في المانيا طوال السنوات الماضية بحكم البطولات اللي بيحصل عليها متى نرى منافسة من انتراكت تحديدا على لقب الدولي الاماني خاصة انه نادي عريق وله انجازات عديدة في الماضي شكرا شكرا جزيلا لهذه السؤال اعتقد نحن حارسون دائما على تطوير مستوى المنافسة بين الانديا الامانية بسفة عامة ولكن ونتمنى ان نستطيع ان نحقق انجازات طيبة تحت القيادة وتحت اللاعبين المنتزين نستعنى ضمام حاليا وفي الفترة الاخيرة نستطيع ونؤمل جدا ان نستطيع المنافسة وتحقيق نتائج تنافسية معه ليس مع هذا النادي تحديدا الذي قصته ولكن مع دي ما بقية الانديا الاخرى ايضا هنا في مصر في كرة القدم المصرية نعيش تطورا الى حد كبير في السنوات الاخيرة يتحدث بعض الناس في بعض الانديا عن منصب جديد يمكن ان يتواجد في الفرق المصرية اسمه المدير الرياضي لكن كثير من الناس في مصر او في الدولة المصرية لا يعرفون معنى المدير الرياضي اختصاصات المدير الرياضي عارف ان انا بسألك سؤال قد يبدو سازق بعض الشيء ولكن هو يهم جدا من يشاهدنا الان ماذا يفعل المدير الرياضي ما هي واجباته او الامور اللي بيشتغل فيها المدير الرياضي في اي نادي في العالم استطيع ان اقول اعتقد ان اكون اصلا نتكلم فيما يخصيني وتحديدا عن هذه المهام داخل المانيا اعتقد انه التخطيط هو الدور الاساسي الذي يطلع به المدير الرياضي التخطيط الداخلي والتخطيط الخارجي التخطيط بين اللاعبين وضع الخطط والاستراتيجيات التي يتوجب على النادي ان يقوم بها فيما يخص المنافسة فيما يخص تحسين مستوى اللاعبين فيما يتخص الاهداف التي يريد نادي تحقيقها فهو دور استراتيجي في المقام الاول هل تباعة الفترة اللي فاتت او الفترات الماضية هل وصلك في اي وقت من الاوقات لاعبين مصريين يمكنهم الانضمام لأي فرق من اللي انت كنت تشتغل فيها او مع انتراكت فرانكفورت هل في اسماء لاعبين مصريين عرضت عليك نعم 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 تبعون أن الع لا أعتقد أنه توجد أسماء بعينها استطعت فهمت سؤالك الآن لا توجد أسماء معينة نعرف جيدا أن الدور المصري يضم أسماء ويضم لعبين على مستوى جيد ومستوى عالي من المهنية ولكن هذه مسألة لا أستطيع أن أقول عنها معلومات تفصيلية ومعلومات دقيقة وستطعنا يعملون بجد للحصول على أفضل عبين في كل مكان في العالم أنتراكت فرانكفورت واحد من الأندازة ما اتفقنا من الأندازة الكبيرة في ألمانيا هل من المتوقع أو من الخطط بتاعتكم أنه ممكن نشوف أكاديميات لنادي أنتراكت فرانكفورت في القرى الأفريقية وفي مصر تحديدا في المستقبل القريب لا توجد حتى الآن لا توجد حاليا خطط محددة بشأن هذا الصدد أن نقوم بتأسيس ما يشبه أكاديميات ولكن من المهم إلينا أن ندعم موقفنا وندعم رؤيتنا الكروية داخل المستوى الأوروبي ونستطيع نقل خبراتنا إلى الآخرين ولكن دون وجود أكاديميات بالمعنى الدقيق الكلمة السؤالي بشكل عام يخص كرة القدم الألمانية في وقت من الأوقات كان كرة القدم الألمانية هي أكتر مكان يطلع مواهب عظيمة للعالم العالم يتحدث الآن أن المواهب في كرة القدم الألمانية قلت بشكل كبير هل تتطفق مع هذا الرأي أم تختلف؟ لا أستطيع أن أقول هذا لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة بالضبط ولكن يمكن أن يكون لديكم قدرا من الصدق أو قدرا من السلامة في هذا الرأي لا أعتقد أنه المستوى الألماني ليس كما سابق عهدي في العصر الذهبي للكرة الألمانية وليس كما تمنيناه ونتمناه لما كنا صغارا ولكن أعتقد أنه حتى الآن أيضا الأندية الألمانية تؤدي أداء حسنا وتحاول قدرا جهدها أنها تقدم مباريات جيدة ومستوى جيد من كرة القدم ومستوى جيد من البراعة ولكن هناك معاوقات تتصل بالعثور على الكفاءات وتطوير هذه الكفاءات الكروية داخل الملعب هل أنت رقت فرانك فورت من الأندية اللي عندها استعداد تنفيست أو تصرف أرقام كبيرة في شراء اللاعبين زي ما بعض الأندية في أوروبا دلوقتي بقيت تشتري بأرقام كبيرة حتى في ألمانيا بقى فيها أندية تشتري بأرقام كبيرة هل ده من سياسات أنت رقت فرانك فورت ولا من سياساته أنه يتعامل مع لعبين مواهب صغيرة في السن؟ نحن نسعى بالطبع أن نبحث بسعي دائم على لعبين موهبين لعبين متميزين يتمتعون بقدرة جيدة على اللعب الجيد والتعامل مع المواقف الصعبة داخل المباريات ولكن حققنا جزءا كبيرا من هذه الأهداف ولكن بصفة عامة نحن نبحث عن تطوير المواهب في المقام الأول نبحث عن تطوير المواهب الصغيرة السن المواهب التي لديها القدرة على اللعب ولديها القدرة على تلقي التدريبات الكافية ولديها القدرة على بذل المزيمة للتطور تيمي هاردونك المدير الرياضي لنادي انتراخت فرانك فورت أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء ساعدت به جدا على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر طيب ده كان لقاءنا مع المدير الرياضي لفريق مهم ونادي مهم جدا في ألمانيا هو انتراخت فرانك فورت طلع نجوم عظيمة جدا على مر التاريخ أخيرهم كلهم وانيه اللاعب طبعا راح بريس سان جيمانو فاكين طبعا الكرة الشهيرة بتاعت كلهم وانيه في نهاية كاس العالم اللي ضيعها أو تصدى لها مارتينيز بصراحة يحارس مرمى الأرجنتيني وفاز الأرجنتين بعد كده بكاس العالم فنادي مهم جدا ونادي كبير جدا يلعب له عمر مرموش أنا سألته سؤال حضرتك تصورت أو ممكن تتوقع أنه سؤال سازج يعني هي بتسأل واحد بتقوله يعني هي مدير الرياضي آه في ناس كتيرة في الأندية المصرية ما تعرفش يعنيه مدير الرياضي هو في دماغهم المدير الرياضي ده هو مدير الكورة اللي هو الراجل اللي بيعمل انضباط للفرقة وانه بيقول اللاعبها هتسافر امتى وانه يقول اللاعب ده ما تخرجش وتقعد يعني الكلام ده انتوا عارفين طبعا مدير الكورة عندنا المساحة اللي بيشتغل فيها عاملة ازاي لكن المدير الرياضي زي ما هو قال كده حاجة كبيرة جدا هو اللي بيحط الاستراتيجية هو اللي بيحط الخطط المستقبلية هو اللي بيحط الخطط القريبة هو اللي بيعمل كل حاجة في النادي هو اللي بيعمل هو اللي بيجيب ناشئين هو اللي بيجيب لعيبة كبيرة هو اللي بيحط البوضيط والميزانات اللي النادي هيشتري بيها هو اللي بيقول مين اللي هيتباع هو اللي بيختار المدرب هو اللي بيعمل كل حاجة كل حاجة اهم من رئيس النادي المدير يا ده منصب المدير يا ده اهم من رئيس النادي عشاء اللي بيخطط لكل حاجة تخص كرة القدم في الفريق طيب بما أننا احنا في ألمانيا فهم نطلعش من ألمانيا خلينا عايشين مع ألمانيا معايا واحد من أساطير كرة القدم الألمانية واحد من اللعيبة اللي فازت مع ألمانيا بكأس العالم 1990 توماس بيرسولد واحد من اللعيبة الكبيرة جدا يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 بداية بالتأكيد حابب أسأل حضرتك عن ذكرياتك لهذا الإنجاز العظيم للمنتخب الألماني 1990 مع جيل ذهب رائع جدا من المنتخب الألماني وأبرز الأسماء اللي تفتكرها من زملائك في هذا الجيل الرائع في كل سنة أتذكر هذه المناسبة القوية والغميلة ونحن نلتقي كل خمس سنوات تقريبا مع اللعيبة القدامة وزمراء القدامة وللاحتفال بهذه المناسبة القوية هذه المناسبة لا يمكن أن تنسى كانت أخرها قبل بضعة أشهر احتفلنا بإعادة تجديد ذكرى هذه المناسبة العظيمة وأظن أن هذه المناسبة لا تتفقى في ذكرتي إلى الأبد ولن أنساها إنها من المناسبات التي تتكرر إلى مرات قلائل في العمر لأن هذه الأحداث كما ذكرت تبقى أبد الظهر تبقى في ذكرتي إلى الأبد لما تستعيد صور مباريات كأس العالم 1990 بالتأكيد في البطولة نفسها كان فيه ذكريات مهمة جدا أي ذكريات بالنسبة لك أنت تحديدا كانت الأبرز في هذه البطولة هناك بالتأكيد كثير من اللحظات لا أستطيع أن أذكرها الآن بدقة ولكن اللحظات الأكثر رسوخا بذكرتي هي اللحظات المباراة النهائية حيث استطعنا إحراز اللقب والفوز بكأس العالم أظن أن هذه ردود فعل الجمهير كانت هي الأكثر روعة والذي لا أستطيع نسيانه حتى هذه اللحظة أنا وزملائي أيضا لا أستطيع أن أذكر بدقة ولكن عموما رد فعل اللاعبين زملائي وردود أفعال الجمهير الذين فرحوا فرحة هائلة بالفوز وأحراز اللقب وهناك أيضا حضرت مباراة أخرى في المكسيك منذ سنوات بعيدة كانت من بين اللحظات التي لا أستطيع نسيانها وكانت مباراة نهائية أيضا بصفة عام أستطيع أن أقول الأمبارات نهائية والخطابية هذه الملاحظات التي لا أستطيع أن أنساها وتبقى بذكرة أي لعب كرة قدم معتدين أن المنتخب الألماني دائما في الصدارة دائما مرشح أول للبطولات لماذا تراجع المنتخب الألماني بشكل كبير في السنوات الأخيرة نعم للأسف هذه الأسئلة لا أستطيع أن أجيب عليها بدقة شديدة ولكن ولكن أستطيع أن أقول أن جودة اللعب ومستوى أداء اللعبين يحتاج من وقت إلى آخر إلى مزيد من التطوير وأعتقد أننا جميعا من ناحية اللعبين ومن ناحية المدربين نبدأ القصارة جاهدنا لكي يستطيع المنتخب أن يحقق أداءا ولكن لا أستطيع أستطيع أن أعطي إجابة دقيقة حول هذه الأسئلة ولكن أعتقد أن المنتخب الألماني يؤدي أداءا حسنا بصفة عامة إذا ألقنا نصر على مستوى اللعبين الذين ألعبون حاليا في المنتخب الألماني المنتخب القوم الألماني بصلا نقول أنهم يؤدون أداءا حسنا ولكن نحتاج إلى مزيد نحتاج إلى مزيد من التدريب ومزيد من بذل الجهود هناك بعض اللعبين الذين لا يستطيعون أن يؤدوا أداءا حسنا في مواقعهم الحالية وبالتالي يمكن نقلهم إلى مواقع أخرى ومراكز لعب أخرى حيث يمكنهم أن يؤدوا أداءا أفضل أتحدث عن التكتيكات الفنية التي يمكن تطويرها أيضا والتي نقصها ممكن يؤدي إلى نشأة مشاكل فنية كثيرة ومما أدى في بعض الأحيان إلى عدم الفوز بمرايط على درجة عالية من الأهمية أعتقد أن المنتخب الألماني ومنتخب قوي ولكنه يحتاج إلى مزيد من دعم هناك بعض المباراة التي لم يبرز فيها اللعبين أحسن معدهم وأفضل معدهم وكان هذا سبب وتراجع المستوى نعتقد أنهم يحتاجون إلى بزل مزيد من الجهود والروح القتالية والروح البجومية كثير من التقنيات والأشياء التكتيكية التي يجب العمل عليها بشكل مكثف ولكن أعتقد أن المستوى الكرة القدم في ألمانيا لم أعترف أنه لم يصل إلى المستوى الذي نتمناه جميعا وبناء عليه هل تعتقد أن يكون المنتخب الألماني مرشحا للفوز بيورو 2024 ولا مستبعد من الترشحات في كرة القدم كل شيء ممكن لا أستطيع أن أقول قولا حسيما أنت تعرف أن كرة القدم هي لعبة المفاجئات أنا أستطيع أن أقول أنني مفاجأ بعض القليل ومصاب بالإندهاج بعض القليل من أداء المنتخب ولكن كما تعلم فكما قلت أن لعبة القرم هي لعبة المفاجئات وكل شيء جائز للفوز كل شيء ممكن فيها ولا أستطيع أن أعطي توقعات دقيقة بشأن إمكانيات الفوز أو الخسارة في جميع الألعاب رضية فهذه الفرص الفوز متساوي مع فرص الخسارة ولكن المنتخب الألماني برغم ذلك أستطيع أن أقول أنه قادر على الإداء بقادر هناك الكثير من المشكلات والعوائق الفنية التي يجب علينا تجاوزها والعمل على تحسينها لدينا بعض المشكلات الفنية كما قلت أعتقد أن اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من العناية وإلاء المزيد من العناية في المراكز التي يلعبون فيها على وجه التحديد أريد سألك كمان عن لعبنا المصري الدولي عمر مرموش يلعب الآن في انتراكت فرانكفورت رأيك وتقييمك للمستوى اللي يقدمه في الدولة الألمانية أعتقد أن عمر يؤدي أداء جيدا وإداء الإجابين للغاية أستطيع مراقبة أداءه أعتقد أنه اندمجا جيدا داخل صفوف النادي وأنه يؤدي أداء حسنا لغبر عليه لم تلقى ولم أسمعيات ملاحظات سلبية بشأن أداء عمر أنه مدافع قوي شاهدت بعض المباريات الجيدة التي لعب فيها وأعجبني رقى لي أداءه كثيرا وأعتقد أنه لعب متميز وأدام أمامه الكثير لينجزه في المستقبل في رأيك أي مركز الأفضل بالنسبة له كمهاجم صريح كسترايكر أم كوينجر كجناح أعتقد من كل الملحظات المباريات التي لعبها أعتقد أنه يستطيع أداء جيد في الهجوم فالموقع الهجومي أفضل بالنسبة للعمر ليس من وجهة نظري وفقا لما رأيته من المباريات ووفقا لما رأيته من المشاركات التي شاركها في الأندية التي رأيتها في رأيك في الوقت الحالي من هو أفضل لعب في العالم أعتقد أنه في الوقت الحالي أعتقد أنه في كل مرة نستطيع أن نجد لعبا متميزا عالميا وبالتالي لا أستطيع أن أعطي إجابات محددة بشأن هذه الأسئلة من هو الأفضل ومن هو الأحسن هناك بصفة لعبة كرة القدم لعبة متغيرة الأداء وفي كل حين نستطيع أن نرى لعبا متميزا له نقاط ضعف ونقاط قوة نعم وبالتالي لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول من هو أفضل لعب في العالم حاليا توماس مولر كان فيه كلام كتير اتنشر في الصحافة العالمية أنه يفكر فيه على الاعتزال وبعد ذلك نفى توماس مولر أنه يفكر في الاعتزال وأنه مستمر مع بايرن ميونيخ هل في رأيك توماس مولر قادر على البقاء في الملاعب بوقت أطول أعيد السؤال مرة أخرى لا أستطيع أن أجيب تحديدا على هذا السؤال أنه يؤدي أداء حسن لكن لا أستطيع أن أقول بشكل دقيق إذا كان أستطيع أن وصلت اللعب أم لا لا أعتقد أن هذا من اقتصاصي لم أرأ منه أي أداءات تقول أنه غير قادر على الاستمرار وأظن أنه لعب جيد وقادر على موصلة اللعب لصالح المنتخب الألماني سألت كمان عن لعبنا المصري العالمي الكبير محمد صلاح ما رأيك في مسيرة محمد صلاح وما قدمه لكلة القدم العالمية أعتقد أن محمد صلاح بالنسبة إليه هو أشهر شعب مصري وأشهر اسم حاليا في العالم وأنه لعب لا يمكن لا غبر عليه ولا يستطيع أحد أن يقول إلا أنه لعب ممتاز لعب كثيرا للمتخب المصري والأندي البروتالي يرعب فيه حاليا فليس سؤالا محلا لأي إجابة لأن محمد صلاح فوق مستوى الشجوهات وهو لعب ممتاز وجميع مباراة تشهر بذلك حاليا جد في دي كتن توماس بيرسولد مدافع المنتخب الألماني لقب كعس العالم صاحب لقب كعس العالم 1990 أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري بشكرك شكرا جزيلا وكاكا بيقول مش هجاوب بس هو بيجاوب برضو بس والناس بصراحة الألمان ده تحديدا حرسين جدا في كل إجابة تخص أي حاجة وطبعا واحد من الأسماء الكبيرة نحب دايما أن نسأله على كل حاجة تخص كرة القدم العالمية بالمناسبة توماس مولر كان فيه كلام كمان إنه هو ممكن يروح الدوري الإنجليزي بس هو قال إنه هو مكمل مع بايرن مستمر كمان موسم على الآل دي نقطة مهمة جدا هلسه مكاملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى ضيف عزيز كالعادة واحد من أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي زد حلام ومدر منتخب مصر الأسبك كابتن علاء منور الدنيا كابتن أهلا بيا كريم كله بخير الله يخليك والله إلا كنت ناوى أبدأ بمنتخب مصر بس أنا بقدم حضرتك الكلام دايما على نادي زد وكطاع الناشئين في نادي زد كسمعة في كرة القدم المصرية قدي الناس دي بتشتغل كويس قدي الناس دي في المستقبل القريب هتطلع علينا أجيال كويسة وأجيال عظيمة في وقت إحنا دايما بنتكلم عن كطاعات الناشئين والناشئ في مصر وإزاي يتم تكوين الناشئ في مصر كلمة عكام ده من الزمان قوي ومع حضرتك تحديدا ومع حضرتك تحديدا احكي لي اللي بيحصل جوه قطاع الناشئين في نادي زد لعله وعسى يكون نموذج ممكن الباقي يستفيد منه هو بسك يا كريم احنا بالضبط ده ده الموسم الرابع اول موسم بتلغى بسبب الكورونا والحاجات دي كلها دلنا في خلال التلات سنين دول اللي احنا نشتغل على عمل قطاع ناشئين قوي بحيث اللعيبة مدربين زي ما بيهتم باللعيب بيهتم بالمدرب فيه سيستم ماشينا عليه فيه سياسة ماشينا عليها فالحمد الله اللي انت بتقدر في خلال المدة الصغيرة دي اللي انت حطيت نفسك فيه تصنيف الناس كلها هو ايه جماعة زد ده هو فيه ايه صح تمام من 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 خطاعات الناشئين من زمان من سنين طويلة انت نرى عشانت في خلال المدة الصغيرة دي تخش في المنظومة دي لا ده مجبوط كبيرة عمل امكانيات فكر اه 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 اتقول امكانيات بس لا امكانيات بلاس فكر وعمر ما تبقى فكر بس فكري بقى بيساعدها امكانيات النهاردة النهاردة عندك الاتنين متوفرين الحمد لله اه اساس المشروع كله قائم على الناشئين اساس المشروع كله قائم على الناشئين ان هدف زد في المقام الاول تطوير اللاعبين الاحتراف في الخارج امداد المنتخبات الفريق الاول ده المشروع عشان كده لما احنا وقفنا على ارض صلبة فقطع الناشئين والفريق الاول ربنا اكرمه السنة دي وطلع الدورة الممتاز فكانت الناس اللا وفي ايه اخطع الناشئين بدأ عكس اندية في اندية بدأت بالفريق الاول تمام بس القاعدة تحت بش لسه لانت بدأت تحت القاعدة والفريق الاول كمل المشروع بصعوده لدورة الممتاز لما كان في احدى الامنتات وكان بيسألوا مصر النجيم مصر النسو وكابتن سيف ومناس المسؤولة وكابتن مصر الهيس مع بعظيم عالم ان الفاكر النازين بقى فاكرين هم هجيبوا العيبة بملايين وزي تمام قالك انا هجيب العيبة اللي هيتقعدني في الدورة الممتاز ونعمل فرقة كويسة عشان في خلال سنتين ثلاثة ولاد الصغارين اللي بقى بعلمهم وبربيهم يلعبوا للدورة ففيه فكر فيه فكر والسياسة مفيش ظرف بييجي عشان خطر هدفك يتغير يعني فيه مسلا ساعدة ايه لا انا مستوى معركات وعدين في لحظة فرع لا لا هنعمل بقى كازا لا الفكر داخلين على قطاع الناشئين زبب نطور اللعيب نطور المدرب يعني بسلا السنة ده السنة دي يعني بحكي لك على السنة دي الفين و سبعة عم نلوم دورة كبيرة زي بتاعة اللي هي تعامل عم نالفين و ستة سنة دهات فرامضاء لو تفتكرها طبعا بك المشكلة والفار طبعا طبعا الفين و تمانية كنت معا في انجلترا لسه لاجع مم في اسنون فيلا الفين و تسعة عم نلوم نفس الدورة بتاعة الفين و سبعة في شهر واحد فيها بقى برشليون و فيها ريال مدريد و فيها و فيها و فيها و فيها و فيها و هو اسنون فيلا و فيتوريا الفين و عشر مسافرين في شهر اثنين آآ دلوقتي عندي اثنين مدربين في آآ معاشر في اسنون فيلا بقى المعاشر ارتيام ممتاز آآ قبليها بردو كان فيها اثنين مدربين تانين مم فانت النهاردة انا لما سفرت مش بهدف من انا سفر لندن يعني انا النادي اصر لنا سفر عشان اللي هشوفه هناك هو اللي هيكون هنا ممتاز يعني حتى درجة ايه يعني شفت القدرة الفلانية طب نعملها هنا ازاي نكبرها لا يعني يعني فكرة تاني خالص اللي هو تفاصيل تفاصيل التفاصيل مش فكرة انه آآ والله انا كان عندي لعيب بيلعب كويس فينفع يبقى مدرب او نكرمه نخليه مدرب في قطاع النشي ايو 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 انت خلصت انزل اه خلص انزل على طول وانت لا المدرب نطور اني تطوير المدرب هو اللي هتطور اللعب ما في المعاشر كان دايما يقول لك احنا عندنا مواهب بس ما عندناش اللي اشتغل معنباب دي كويس في يعني في حاج فيه برضو مدربين فيهم حاجات بس كل سنة بتقل السلبيات بتقل صح ووظفتنا اللي احنا بنخلي دول خلص بقول لدي النادي اه وعندنا عندنا ميزة كبيرة جدا اه كريم ان احنا اللي بيحط رجله في منظوم الزيد صعب اول اه يخرج يعني ايه يعني انت اشتغلت في الزيد اه ما تمشيش لما يكون في حاجة جامدة اه اه اللي هو فيه استبلق يعني انت خلاص انت موجود في زيد فانت تطمن انت موجود في زيد ادام انت بتشتغل كويس وعمل لك كل حاجة عشان خاطر يوم ما هتفرط في حق نفسك وتمشي انت خسرا اه اللي هو هتقول لا انا هنا احسن مكان اعمل لك اعمل لك كل حاجة خاصة انه فيه اندية كتير في مصر منها اندية كبيرة ولا اسمال وتاريخة في اندية حتى مش من اندية الكبيرة بس في قطاعات النشيين لها سمعتها فطبيعي انت هيبقى عندك مدربين يقولك ايه تم روح لفلنادي احنا النهاردة دخلنا زي ما حالك في الاول حلقة قلتلك ايه قلتلك احنا دخلنا في النهاردة تروح في النادي الفلاني ولا زيد لا نفسك كده تقولك انا روح زيد اه نفس الكلام للعيبة نفس الكلام يجيلك من ادية كبيرة جدا نفسك تبقى موجودة معنا ممتبش عليك في بعض الاصدقاء صديقين شغالين في القطاع نشيين في احد الاندية الكبرى كبيرة بس هاني بكده قال لي ما تعرفش حد بزدي عشان عايزة وعش فانا روح لا مش بس كده والله يا كابتر اما انا مكلمتك بس هانت القيان قلت له ايه قلت له انت شغل في النادي الفلاني عايز تروح قال لي لا الدنيا هناك حاجة غير خالص فهو بيفضل هو بيكلم مع التطوير انه هيحس ايو لا بص بص يعني انت بتيجي النادي اولا يعني في حاجة الناس بتبتكرها سهلة حاجة جميلة جدا كل مدرب بعيلتك كاملة زوجته اولاده حتى لو ابنك او بنتك متجوز الميديكال بتاع التأمين الصحي في اقوى مستشفيات مصر هي هي بالنسبة للشركة يقولك ده فرض علينا اللي انت اللي الراجل اللي بيشتغل معنا في الشركة او في النادي ده مننا لازم يبقى تخيل باحدك انت لما بتروح مثلا النهاردة مثلا في اي لقدر بقى اي مستشفى فيك ان انا خش ان انا بشتغل في مكان باخد فيه كل الامتيازات تمام مش هو بس انت بتاخد مقابل ميلي وروح ملاعب موجودة لبس على اعلى مستوى الاهم التطوير الشخصي انه انا بطورك انت نفسك فانت النهاردة اليوم ما بتقوله عندك ورشة عمل اليوم الفلاني الساعة كذا بتليق جاي قبل المعام موجود ممتاز ورشة عمل بيشتغل بشوف احسن الحاجات ايه التطورات ايه المطشات اللي اتلعبت ايه الاخطاء ايه ايه يعني فهو انا بكلم الحاجة دي بس حاجة بسيطة لكن زي ما حالك تفضلت ايه الحاجات الفنية اللي هو عايز يطوم من نفسه لما النهاردة المدرب يطلع يقعد مثلا اسبوعين في اسطنفيلة وفيه الناس طالعا في توريا يعودوا ويشوفوا ويقعدوا ويزنوا مع المدربين ايه انا عايز حالك تحكي لي السفرية اسطنفيلة احنا سفرنا ليه وعملته ايه احنا سفرناها اه معايشة لألفين وتمانية موريد ألفين وتمانية لمدة اسبوع في اسطنفيلة ولعبنا مباراة ودية والولادة عندنا فاز واحد كان معاكو كم لاعب وكان مدرب كان معايا عشرين لاعب وكان معايا الاصطاف كله كان معايا المدير الفني اسباني ومعايا احمد كمال مدرب وكان معايا عبد حميد مدرب مساعد وكان معايا مدرب الحراس عمر وكان معايا عمر بتاع الأحمال وكان معايا عمر بتاع الطبي تمام ومعايا الادمن اللي هو يحيى اللي هو الاداري كل الناس دي بقى بتستفيد هناك كل بستفيد كل بيشوف اه اقول لحضك حاجة الادمن اللي هو حيقولك انت بإدارة يستفيد ايه طيب انت بقى الاداري دي الاداري ده واخد البعثة كاملة بتيكت في جوازات المطار في شنط اللعيبة في متابعة الولاد في نزول مطار تاني أوروبي مع مولاد صغيرين مسكوا ده بقى فريق أول دلوقتي ولا منتخل أيه صحيح مع تسكين في فندق مع الغداء الفطار العشا الباص جاه الباص مجاه خال بقى راجع بكل الداتة دي كلها وصاعد كنت بسيقه ويزيني وبقعيني عليه عشان نشوف هو هيتصرف إزاي واخبالك ده ده داري تخيل بقى البقى كله استفادت واخبالك المدربين كانوا بيعودوا مع المدربين إنك بشرحولهم هنعمل كذا ونعمل كذا وكانوا بيزولوا معهم التمرين وبيكونوا نشوف تدريبات بقول لك لأ ده الجهاز بتاعك في حاجات كويسة قوي قوي اللعيبة اتمرانوا مع بتاعيس المفيلة مرتين تدريب جماعي طب أنا عايز تألك تفاصيلة كمان مهمة جدا الأطفال دايما بقول عليهم الأطفال اللي هم الأشبال أو النشيين يعني أو البراعان بيبقى مهم جدا بالنسبة لهم التهياء النفسية مهم جدا التغذية هل الأمور دي كلها موجودة في نادي زاد يعني دايما كنا بنسأل عليها في قطاعات النشيين أجمع هل انتم بتهتموا بتغذية الأطفال دي ولا هل بتهتموا برعايتهم النفسية ولا هل الكلام بيحصلوا ولا بص مسلس اللعب مسلس اللعب اللي هو لابد من الثلاث عناصر دول يبقوا موجودين تغذية تدريب راحة هم تغذية تدريب راحة حاجة من دول وقت يحصل خلال يحصل خلال للعب تمام فأنت النهاردة خلال التدريب لا جرعة تدريبية على مستوى عالي جدا أحمال رجل أوروبي رجل أجنبي كل فرقة فيها مدرب أحمال أكبر جهاز فيه كمصر كل فرقة حتى البراعب اللي هم موليد 2014 و2015 اللي هم 8 سنين وتسع سنين مدرب مدير فني ومدرب ومدرب عام مدرب عام ومدرب مساعدة وراجب تأحمال وإداري ومدرب حراس كل أنا بعمل كده ليه مع ما عنديش بقى الأعداد اللي هي أربعين لعيب في كل فرقة وخمسين لعيب لا 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 الماكسما بتاعنا السنة دا عملت حاجة تانية أنا عملت فرقتين لكل فرقة عشان كله يلعب عشان في آخر السنة هاخد الخلاصة بتاعت الفرقتين واشتغل بيهم الخلاصة بتاعت الفرقتين ست عشر لعيب الله كل فرقة تلتاشر لعيب وأخب بالك عشان يلعب وبعدين إيه بيش بسلا كل الأقوية هنا وكل لا لا بتساوي عندك هنا اثنين كواسين حط هنا اثنين كواسين عندك هنا واحد هنا عشان يبقى فرتين متكافتين فهو فكر تمام؟ دا بالنسبة ليه اللعب الموضوع التهاية النفسية دي مهمة ليه هديك مثال عندك انت في زد طفل من البراعم موجود طيباً 8 أو 9 سنين في زد اقتعد مع واحد صديقي هو بيحكي لي على زد وبيحكي لي على الكابتال علي نبيل والناس الدنيا ينجد تشتغل إزاي بي وبتاع اسمع علي بالمناسبة اللي بيلعب في الفرقة يعني فبيقول له أنا بابي أنا زعلان والله أصلي ما لعبنيش أساسي وما كم جانب اللي منزلتش وما شاركتش وبتاع كان روحت قلت للصاحبي دا وقلت له فاهمه وعرفه انه دي الكورة وانه ملعب أساسي أو احتياطي فتخيل الأطفال دول يعني الكبار بيتأثروا لوهم بالعاب أو مالعاب طبعاً ما بلا كده الطفل دا بيبقى عامل إزاي بقى اللي هو انت تعتلته إزاي بقى بتعامله مع الأطفال أو البراعم في التوقيت دا نفسياً عشان ما يطلعش عنده مشاكل يا مانا ديت يا مانا ديت والله العظيمة كريم يا جماعة الأعداد اللي انتو بتقيدوا بيالبراعم دول أكبر غلط طبعاً بالاربعين لعب وبالخمسين لعب ما ينفعش عالأقل توزع المواهب عالقان ديها كلها صحيح؟ انت النهاردة يوم هتقول أنا لعبت أكبر عدد خمستاشر ستاشر طب بقى يروح فين؟ يا فرحيت بقى اللي هو بيلعب في الناد الفلاني وقاعد صح؟ فأنا عملت في الائتين عملت زد إست وزد وست تمام؟ عشان برضو محدش يقول لي ألف وبيه يعني ما انت برضو في حاجزة ما انت قلت حدك دلوقتي ايه؟ تفاصيل أصدو كمان يعني تفكيرهم يعني عشان الجملة اللي انت قلتها دي ايه انا بلعبتش فهو لما يشوف واحد كويس فرقة دي هقولك يبقى انا بقى وحش حط رحيت فرقة دي يعني حطيت هنا كويس وهنا كويس وهنا زد إست وهنا زد وست بقى حساس جدا 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 في كل قرار بتاخده عشان خاطر المصلح وقلت السنة ده يا جماعة انا كبرت العدد شوية عشان انا عندي مواهب كويسة بس كل واحد وشطرته في آخر السنة انه يحافظ على مكانه يحافظ على مكانه ممتاز ممتاز فده ده بالنسبة للتدريب بالنسبة تخيل بقى حضارك لما الولد مثلا حضارك اللي انت بتقول عليه ده اللي هو مثلا عن 89 سنين بياخد شنطة لبس كورة حاجة مركة محترمة نو بيلع في دي المدريد تمام مش انت برضو انت بتطل من اللعيب اللي هو يعملك واحدين ثلاثة والحق اللعيب اللي انت تديله واحدين ثلاثة ده السياسة لا ويقول لي على الباص اللي بيركبه واللي بمرواع والاكل وشيء والحق لا والجب اللي موجود والحق فانت دلوقتي انت النهاردة موفر كل حاجة عشان كده النهاردة البراعم او الناشين كلها يقولك ايه عايزين نروح زد وولي الامر خلي بالك اللي هو بقى مشكلة كبيرة في الكرة المصرية دلوقتي النهاردة بيفكر في عقله وبعقله ان النهاردة انا بقى روح النادي الفلاني طب انا فرصة ايه بنيلعب في فريل اول امتى ولا هيلعب ولا بش هيلعب ولا هو لا هو عايز بقى دلوقتي ابنه يتمرن صح وعنده فرصة الاحتراف برا وعنده خلي بالك عندنا لعيبة احترافة خلاص كم واحدة عندنا قريدي اتنين شور خلاص منهم واحد محمد هيسم ده اوكي خلاص ده بقى له فترة اه في فيتوريا لا في فيتوريا وعمر خضر اوكي بس لازم 18 سنة في شهر 5 يسافر اسلم فيلا خلاص ده اوكي وفي حميده دلوقتي هناك اللي هو الباكشمال اه فينه ستة وفيه الناس طلع كمان يعني انا بص انا الحمد لله الحمد لله المنمو عندي في كل فرقة من اتنين لتلاتة حيطلعوا فاحنا ممكن بعد كم سنة قدام نقول احنا عندنا خمسة ستة عندك اتصالات بالاندية قوية عندك اه يعني توقامة مع اندية قوية حاجات والاهم اللي انت بتجايزهم من هنا كويس عشانهم منطلعوا برا الناس برا ما يقولكش بدي كل لعيب حقه بدي الكل مدرب حقه طمام عشان كده اه فيه اجتهاد وفيه انتظام وفيه نجاح اه وفيه نجاح اه انت لاتة تخيل الفرقة اللي بتجيب جون في الزد بتبع عامل ايز دلوقتي يعني اه مسا فيها انا بفرح اتقلم يعني فيه مدربين بيترموا علوه شو اللي هو من كتري مدربين اه فيه اه قريب برضو يحدى الفرق اه كان تعادل و اه عاملين نظام ضربات جزاء اه اللي هو بعد التعادل وهم كذبوا اه انا يعني انا انا قلت اجابة الدولة لسه بخددولة لسه مدري اوخ اه كذبوا دولة سابع علاك تامن فرحة دي بقى انا باستغلها دي انا باستغلها ليه بقى طول وقلتلهم اول المسلم طولهم طول ما تلعبوا تحت ضغط اللي الفرق كلها عايزة تكسبكو انا كنت بسمحها بوداني الدوري كوم ومطش دا كوم عديها تماما فانا بهيأ الولد نفسيا او اللاعب نفسيا اللي الفرق اللي قدامك دي هي كل شغلها لا تكسبك حتقابل الكلام ده ازاي بقى بعصبية ولا بهدوء اعصاب وبمجهود عالي وتلعب لعبك وتلعب لك وتفرض رتمك على رتم المنافس كل الحاجات دي يا كريم في الاخر اللي هو بسهل اكيد بسهل حلو بداية الحديث ده اوه طيب بالتأكيد لازم اروح لمنتقى مصر اكيد طبا ورأيك في المبراتين الماضياتين طبعا على مستوى النتيجة فالحمد الله احنا وصلنا اللي احنا عايزينه على مستوى الاداء اه 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 كان وحش. فتم تغيير الجهاز. كان بعد امم افريقيا اللي فاتت. تم تغيير الجهاز. تولى المسئولية. لعبنا متشاط. كسبناها بامانة. ومازال الفترة اللي هي الاولانية دي كانت كلها نفس السيستم اللي قابله. اللي هو كان كنا بنكسب. بناخد ابناط وصلناهم افريقيا وبتاع. ولكن الناس من جواها مش. يا جامعة بيجا منتخبنا. بيجا منتخبنا. انا بتكلم بحاجات بلغة الناس وحاجات برؤية انا. فالناس الفترة اللي فاتت المتشاط اللي تلعبت كلها حقيقة يعني ليبل بي. مباراة بالجي كلف الاول. ومباراة الجزائر. وتونس اللي خسرناها للأسفل. اه. تمام. المباراة الوحيدة اللي اخسرها فيتوريا كانت مباراة تونس. تمام. مش عايز اكسب باش عايز اتكلم في مكسب اخسارة عشان خطر انا بتكلم لات على الاداء. اه. اه مكسب اه اكسبنا وكل حاجة. لكن انت بامانة انت اديت للامل للناس في مباراة الجزائر. اه. الناس كانت بدأت تقلق. تقلق جامد. بس مباراة الجزائر شفنا اداء عظيم وبعد. ده الرغم من ناقص العدد دي والنقص. اه. الرغم اللي انت مسلا جبته جون وكنت منتساعدة وبلغت دي الاخيرة وتعدل والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي. هو ده جمهور الكرة اللي عايز. اللي انت يجي في الجون وتجيب جون. يطرد منك واحد ويجيب جون وفرقة تانا تتعدل معك. هو الجمهور عايز كده جماعة. عشان احنا بدأنا نغرز ولازم نطلع من الحتة دي. اللي عندنا تلات نقاط اهم من الاداء. بدأت تنتشر بطريقة غير طبيعية الفطر الفات. سنين على فكرة بش بش الفطر الفات. صحيح. كل واحد يطلع لك تلات نقاط. بدأت المداربين يتكلموا بهز اللاجة. اه. سواء دوري. سواء سواء. لا مهم اننا خدت تلات نقاط. ايوة. بدأ المصطلح ده يعني ايه ينتشر. وقاش اه. وقاش كويس بصحة الكرة المصرية. انا التلات نقاط دول احتاجهم في توقيت معين لما بقى انا انا فرقتي في ضرب. صح. ومغتنع تماما لان انا كنادي وكماهيري فرقتي بالوقت ده مش بتاحها. صح. واكسب. ده اقول بقى اقول دلوقتي فعلا التلات. لكن عمالها على بطال لا. تمام. مطش جزائر اداك الامل. اه مشوار التصفيات بامانة يعني. كانت سهل. اه يعني. اه يعني. سهل جدا. مباراة جزائر اعادت لك الامل تاني. برضو اه مجموعتك في كاس العالم. عشان نحط نحطينا اه كلمة كاس العالم. فلا بد من تبقى حذر جدا. لكن لو المجموعة دي افريقيا يقول لك اول مجموعة سهل. لكن عشان كاس العالم وحرصك. صح. ايوة. لا وعشان احنا للأسف يا كابتن عامو انت تفاكر الكلام ده كويس. احنا يا ما الاوكوسات جات لنا من منتخبات صغيرة. ايوة. من منتخبات ما نفتشش كاس العالم. فبرافو عليك. انا دايما بقول الا احترام المنافس مهم جدا. في مشوار كاس العالم. صح. لانا كانت انتاخد فرقة واحدة. كاس الامم افريقية كانت المجموعة الاداة بتاخد اول وتاني. سهلة دي. سهلة. تمام. فاحنا ابتدينا بجيبوتي وابتدينا بسيراليون. سيراليون. جيبوتي ما تقدرش تقول المقياس خالص. سيراليون اخد ثلاث نقاط لكن اداء قل. اخطاء دفاعية موجودة. صحية. اضعت الاداف المنافس موجودة. تمام. لكن النقطة الكبيرة بقى اللي انت توصل لامم افريقيا. هنا ده المقياس الحقيقي. انا من نوع اللي انا ما بش 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 لدي. الامفعلات يعني. ولا موحش اول او الحلو اول. اه وكسبنا ونتايج فيتوريا ومش عارف ايه وبتاع وكلام ده كله تمام. ومش عايز ادي حتة تشاؤمية. ولا ولا تقلل من اللي حصل. ولا من اللي حصل. ان في زي ما انت حدك تفضلت قلت ايه فيه فرق تروح ولا تشاك وقت بخرجك. بالزبط. بالزبط. فانت النهاردة لقى احترمت منافسك سبت. صحيح. تمام. لكن المقياس الحقيقي هو مقياسك وادائك فيه امم افريقيا. ام. في يناير. تمام. تمام. بلاس حاجة تانية بقى. اه. ايه اللي انت هتعمله بعد امم افريقيا بعد تجاوز اكبر من اتناشر تلاتاشر بعتاشر لاعيف من انتخب مصر. السن. اللي هيكون عده لغاية لما كاس العالم هيتلعب في ستة وعشرين. عندك اربعتاشر لاعيب عده للتلاتة وتلاتين سنة. ام. فانت محتاج تبدأ تنزل بالمعدل ده. في فترة ضيقة. فيها لاعيب عندك هتصل لتمانية وتلاتين سنة. ام. طب انت هتعمل بقى ام افريقيا. المجموعة اللي موجولة معك دي. خضرة اللي هي تعمل نتيجة ايجابية في كاس الامم. اقول لك بأمانة. صح. بس لو بلغة الكرة كده لو غلينا زي برات الجزائر. اه. المبارد الجزائر. تمام? غلينا وحسينا وعايزين. احنا لما بنعوز. ايوة. لما بنعوز لعب الكرة لمصر بي لما بيعوز بيعمل. صح. انا عايز سألك على حاجة مهمة جدا دلوقتي. ايه رأيك في الموقف اللي حصل مع التلات لعبين يتم استبعادهم بعد المباراة جيبه. لا موقف قوي جدا. قوي محترم يعني. طبعا. اه. ما ينفعش يا كريم اقول لك تعالى بعد الماضش عشان تشتغل. وتقول لي لا. ام. ما ينفعش. ام. اولا لو كان حاجة حصد غير كده صورة المدارة بزا تهزو الدم الفرق. صحيح. خلي بالك مش ايه حد يمسك منتخب مصر. ام. بس انا الشغلته عارف. ام. اصعب حاجة انت تشتغل مع فرق كلها نجوم. ما هي في المية? عملية صعبة. ده منتخب. عملية صعبة. اه. احنا كنا منتخب مصر ده نجوم مصر كلها. ام. بس لما كنت توصل انت كنت بتتعامل مع حسام حسن. حسام حسن ده عايز مدرب لوحده. او الله العظيم. انا عايز مدرب اتنين بودجار. اه. احنا. مش اتأمل نفسك. لا لا. حسام حسن وابراهيم عايزين مدرب معهم مخصوص. خلي بالك من قطيب. طبعا. خلق الله. طبعا. طبعا. ومال الاتنين. حسام حسن ده. انا بحضر طبعا. لا لا لا. مهم عارفين. اه. لا. حسام حسن ده كان كابتن منتخب مصر. كان يجيلي بعد التمرين. او قبل ما التمرين يخلص. اه. هتخلص بقى وتمشي. اقول له لا. برجلها دي والله العظيم اه كريم. خمسوش الكورة هنا وخمسوش الكورة هنا اهو. اوفرات. تاك. عايز اوفر ما اقرب. عم بديهوله. اعمل له اوفر من هنا. اقول له طب خد على صدرك وخبالك. وبعد التمهين يخد. اه. هل عبادش جاي. كابتن منتخب مصر. عشان كده لعب لقال صدن كبير. اه. اللي هو لسه الان على مكانه. ايوه. او خبالك. عشان كده. هو عايز مدرب. يحتضن العقلية والوطف. ام. وخبالك. والحمال. وعنده حماس. تبا. وفي لعيبة. وفي لعيبة. عارف انه مكانه مش محفوظ عشان هو حسام حسن. ايوه. وفي لعيبة. يعني انت النهاردة معلش يعني معلش. معلش. معحترامي. معحترامي كبير جدا جدا. لطار احمد. اه. انت كابتنين طار احمد انت اكبر لعبة سنة. اه. طب انت النهاردة بتعمل كده. اه. يعني فيه ناس بتقولك ده هو عمل اقصد عشان يلوهش امو وافريخة بقى وخبك كده خلاص. طب انت النهاردة بتعمل كده ليه? انت النهاردة لازم تبسك في امو وافريخة. لينب النسبة لك انا بقوله لك بالنسبة تمانية وتسعين في المية. اخر حاجة. اخر حاجة بالنسبة لك. صح. مش بس كده ده انت كنت لسه قريب كالوس كروش كان باستبعدك تماما من حساباته. واخبرك انت النهاردة بتعمل كده ليه. انا اللي امتع ليه بصراحة جد اكتر واحد بصراحة. وانا بقولك عشان يعني خلاص. اه. الامام وحزين الشاحات. يعني اه. انا واثق من في المية. اه للنادي الاهلي. مش هسيب الموضوع. اه. يعني اه. هي دي بقى المواقف اللي لما مدرب يقولك. مش مدرب متقب مصر كمان. اي مدرب. تعال اشتغل اعمل واحدين انت لاده تقوله لا. لا. بتعلالي بقى. للمدربين الاخوية. فيه مدربين بيعد. اه. لكن بصراحة لا احترم القرار. واعتقد القرار اه صائب بالنسبة لي انا. انا بنتكلم بنتكلم على قرار تأديبي. لازم اروح بيك بسرعة على القرار التأديبي اللي خده النادي الزمالك ضد السلاسي السلاسي مصطفى الزناري. وفتوح ومحمد صبحي. تل رأيك في القرار ده. كنت مع فكرة البيع النهائي ولا كنت مع فكرة تأقوبة قوية وخلاص. لا اعتقد الموضوع الداير برضو في تجديد. يعني الموضوع الموضوع ليه ابعاد. اه. ابعاد اه بس هو بيدخلك في حتة بقى ايه ما ما. يعني احد يقولك ايه عشان يبيعوا عشان تجديد. عشان مش عارف ايه. الوضع العام اللي انت المدير الفني بتاع المنتخب. للخلاصة هو عايز اللعيبة دي. انت اه اه انا كان احد اعضا مجل الزهرة كان اعى الجنب فبقوله هل انتو بعدتو. بعدتو جواب رسمي الاتحاد. قابل يعني الاسماء. باللعيبة دي مقوفة. قال لي لا. قلت له انت لو كنت في جهاز الفاني المنتخب انا ما ليش. تمام خلاص انا انا دلوقتي انت وفي حد مبارح بيأكد لي اللي نادي الزمالك مقدم اللي هو ايه اه لحين التحقيق معاهم. طب هل انت حققته قلت النتيجة ايه. اه ما حققتش. فالراجل يعني هو محتاجهم. فقال لك اه هو ما بتمرنوش فاني الزمالك ناكو هيجوا وتمرنوا معايا واه واه والحاجات دي كلها. هي هي خلي بالك اه كريم اه اه كل واحد بياخده على حسب دماغه. جمهير الزمالك لها ما ينفعش. وجمهير تانية بش الاهل جمهير تانية بش الاهل جمهير تانية بش الاهل جمهير تانية بش فدخلت في دوامة. في الاخر الراجل محتاج هزا اللاعب ولا مش محتاجه. بس. حتى لو اصلا يعني اتقال انه الزمالك وقت قرار تأديه فهمين الموضوع عشان حاجة تأديبية فما كانش مفهود المنتخب ياخده. ده رأيي يعني. حتى لو انا مختلف معاك. اه فيها جزء. اه. اش اختلف معاك. فيها جزء. اه. لكن في والله الغد دوقتي الكواليس ما حد عارفها. بقولك انا قاعدت مع مع وعد مجلس دارة. قال لي لا ما ببعتناش. طب هو راجل اه يعرف منين. انتو بتقول وكان انتو باش عرفه. الكلام ده صح ولا غلط. هم. بتعمل في حاجات رسمية. تواقع الايه دي هتكمل مع ناجل زمالك? مين اه. فتوح و اه صبحي تحديدا? اعتقد اه اعتقد فتوح لا. فتوح مش ايه يعني. لا لا. اه. وصبحي. ببنسبة كبيرة ممكن. 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 يوم ما خدته ابراهيم سعيد كان في موقف مشابه زي كده من زمان تفتكله. اه. 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 بشي حد تعمال يمليك فا. انا اللي انتو بتعرفوش عنك ابتعالي محدش بيملي. ده ده الجديد بس والله. اصدق سرحت مني. ممكن. ممكن اديك. رحت تبديلي واحدة. بفتكر سنة كام. بفتكر سنة كام. طب اقول له عليك حاجة. اه. اه. ابراهيم حسن. اه. ابراهيم حسن. اه. كان مباراة المغرب. فاكر. طبعا. وكانش لسه الاتحاد قاد قراره. بيقافه. كان يقاف سنة سعيدة. نزلنا مطار قاهرة. كان النادي الاهلي مطلع قرار اقاف حسن اه. ابراهيم حسن. اه. ابراهيم حسن. اخذ بالك. خلاص. وقده القرار. والاتحاد وما مجاش معنا فعلا. انا افتكرتك. ابراهيم سعيدة ليه عشان فاكر. وقتها جمه النادي الاهلي كان غضب جدا. والنادي الاهلي نفسه كان زعلان جدا. وازاي كابتن جاري اخد ابراهيم سعيد. دي حقيقة. دي حقيقة. انا انا كنت اشغال معها. اه انا فاكر. انا كنت اشغال معها. كنت اودي الصبحية. نادي الشمس او الابلس. وكنت بالليل اودي ملعب المولين. وكان بيشتغل. وكسبنا ناميبيا وكسبنا. عشان متحكش عليك. وبتكلم في اتجاه. وانا بكلام متناقض. انا مكنتش اعرف. يعني كابتن جاري كان دماغه ايه في اللحظة دي. يعني ما. لأ كالك ابراهيم سعيد مفيد لنا جدا. اه. جدا. الموضوع تطور بعد ما كنا في نادي اليبلس. ومهندس محمود طهر شافنا. اه. شافني ولا شغال معها. من هنا دينا اتقلبت. ليه بقى. بس اعتقد. اه لما شافك شافه. اه. علما اعتقد اللي كان كابتن جوهري. اذا كنت اعملت رجعي. اه. اللي احنا كنا شغالين معها عشان كنا هنعمل خطوة ايجابية بعد كده بانها اقافه. وما يكونش هو الفاتح دي كلها بيتمرنش. يعني كنا. حن الوقت. الوقت ايه. براهيم سعيد بيتمرن معنا. تمام. عشان خاطر ما ينفعش ان انت يوقفه بعدها على طول تقول لا. فكنا واخدين وقتنا خالص لغاية لما الامور تهدى. ويبتدي. اه. كابتن جوهري والاتحاد يتكلموا مع النادي الاهلي ان براهيم سعيد خلاص العقوبة كفاية. والحاجات دي كلها. فكنا براهيم سعيد وقف على حيله. اه يعني كابتن الجوهري كان في نيته ان الموضوع يخلص. وهيحاول يخلصه. ايوه لكن اتعرف. بس مش هستنى للاخر. ايوه عشان خلاص. مش هيبه جاهز. هيقول ايوه ابراف عليك. مش هيبه جاهز. فانا بجاهزه عشان لما اروح. اه. انا والاتحاد. اه. ايوه كان كابتن جوهري داخل في دور عندي يا. دور عندي. ايوه ساعتها كان ممكن يسيه بس لا خلاص بقى. ايوه محدش هيبه. طبعا اه كابتن محمود الجوهر يعني. اه اه. طيب هل حد رايك مع فكرة اساسا انه. اه يعني في رأي يقولك انه المنتخب حر في اختياراته. والنادي حر برضو اه في اختياراته. يعني لو المنتخب عاقب لعيبة وبيروح النادي النادي بيلعبه عادي. بس لو النادي عاقب لعيبة وروحة المنتخب يقولك ازاي يروح المنتخب. في اوروبا كده على فكرة. اه. في اوروبا. لو عادي. اه عادي. اه. الحمدينة بس شوية يعني. اه. يعني بصة اه كريم انا بأمانة يعني. انا مدرستي اللي اشتغلت بيها وتعلمتها وفعلا هي دي الاصلح. اه. لا يلدغ اللاعب غير المادة. ايوة. اه. انت عملت غلط تعالى بقى. عاقب كام مخصوم منك كزا. خلي ايه اللي في حالة نفسه. كزا دي اللي هي رقم. رقم. عشان برده. كل وعد كله برجوط على قد ايه. دم. دم. اه اللي هو. تمام. تعال عاقب تعالى كزا. انت مخصوم منك كزا. اه. تمام. لكن. بتحرمش النادي. ولا فرقتك. ولا منتخبك. من اللاعب يهو يوجد في الملعب. بس من ناحية تانية. وانعرف الحركة في الانضباط ده مفيش يصار يعني. دي يقولك ايه. ما زي بيقوله دي تفاحة فزدة. فانت ممكن تتورمه بس هيبغوز لك بقى الفرقة. فالاحسن انه لا اه شيلها احسن. في ناس في ناس بتقول طب انتوا جايين على فتوح ليه. بقولك مدارس مختلفة عشان برضو المشاهد لما يسمعنا. لازم تعرف برضو ان في كلام كتير دوع بيفكر تفكير. في ناس يقولك يا طب ليه مش هوقفين مع فتوح ما الراجل ما خدش مستحقات واش مانا جايين على الولد. ما برضو فيه عزر. ما فيه يقولك يعني انا بقى ليه كتير ما خدش فلوسه ومستحقات هو والحاجات ده كلها. العز داي خليك. ما عدم لأ ما هي بقى ثقافة بقى. بس اكيد ده بالصح. الثقافة بقى. يعني فيه اقاول كتير. انت فاشت كم واحد خرج من معسكر. يا خبار يا طب. صحيح دي اكتر حكام بتتحكيلي في حياتي. لا 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 ده حركة لعدنا بسلس الرعب. ميمان. لا. لا لا بترسي تقول. طب قولي اول حروف انا هي كم. طب قولك حاجة. عشان بس ما تشيل شام نكتول اسمين. طب والله العزيزي بالتلاتة بالالف. التلاتة اصلا بالالف. التلاتة بالالف. بسلس الرعب. انت بتصعب علي. بس اقولك حاجة اوما كلهم كده كده في اللقاءات بيعترفوا. اه. ام اعتزلوا. وكان المعسكرات ما شاء الله بتاع تلك كابت المحمود الجاري. اه اه اه. المعسكرات. اللي هو معسكرات يعني التلاتين يوم. انا برا خدت العربية جاري من الباركنج وجاري عليهم. انا نسا ماشي دلوقتي. جريت وراهم. لا. جيبهم من ايه. خلاص كان خالص. اه. طريبا شاموا فيه غادر من الراجل اللي كان قاعدين عادة. افاهم معلاتهم. بس ساعتكم بتعامل ازاي طيب. لا بس فيه المواقف انت بتوعيهم. اه. بتوعيهم. وخلي بالك النوعيات دي بتبقى عارف اللي بتعمل غلط. بس لو بيلاقوا الرد الفعل. هم بيزعلوا من نفسيهم. هم. خلي بالك بش تزويغ. لا ده كمان كان اكل كمان. يعني كنت اتخبط اقامشي في الطرقة كأن يعني القطط وقفة وورا الباب. السمك جوة. وعاجات مندي. اصلا. اه. 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 نظام تغسية معين. اه. نظام نظام معين. اه. اه. اكافة مش عارب ايه وبتعوى. وخبط الباب ما تفتحش. اه. اه. ايه. سأل لما تجيب احمد حسن استأل اقوله كابت عليك يا بيامي معك ايه. اه. يا عمد حسن ده اقول مسلس الرابع. اه. 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 بس فيه مرة كان عندكم معسكر يوم واحد وحد خرج من معسكر. يعني انا افهم المعسكر تعتين يوم دي الواحد ايه اشتنوا يعني ايه يودي شوية يقولك ايه تعتين يوم كتير او احنا عاديين محبوسين فاخروا لكن معسكر مباراة يعني الكسف تاعتنات الزماني دي كان معسكر ليلتر مباراة ثلاثة خرجوا ليلتر مباراة ما هي دي ان هي نية مبيتة هم مستفين من هنا عارفين او مرايحين المعسكر عارفين هم ما يعملوا كاسا بالموضوع مش مفاجئ يعني بس هو الموضوع يعني كبر شوية واخد حجم كبير مع ادارة جديدة واخد بالك فكانت ظهرت على الساحة لكن هي فيها اتجاهات معينة طب اول لحظاك حاجة فالتوح كان عامل ايه في المباراة الاول ايه لا كان جيد شوية تاني جيد جدا اه شوية تاني كان هايل تمام شوية تاني مفروض بدنين كمان يقل عشان ما بيتدربش شوية كلا هو بقى انا في تقديري الشخصي انه هو استغل الحتة دي عشان هو واسخ مليون في المية اللي عليه المشكلة ده عايز يقول للناس انا كويس صح انزل شوف انا جبتك بقى منين والناس كلها عملت هجبني وبتاع وريني عشان كده الولد انطلق بيأكل النجيل وده يخليني اسألك انت ايه رايك في انطوني مودست شوفت جبتك فيل وده ملوش علاكة وبنت حد بيقول عشان تورد بيأول ما تلاقي استغل فجأة تقول لي من أل من أل لا والله اذا بيقول لك انطوني مودست انا بس اشرح انه مهاجم جاي من دول الماني جاي مع فريق جامل جدا بروسيا دورتوموند كلنا كمتابعين عندنا امان احنا نشوف مهاجم فرنسي موجود في الدول المصر حتى ازي اللحظة لم يقدم شيء مع النادي الهلي هل دي لأمور بدنية ام لأمور فنية حتى الجل جابه امور بتعادلوا فيه جابه كان مطش ايه اخر مطش اه وتعادلوا اه تمام فااا يعني اعتقد ماتش الجونة اه. ماتش الجونة اه. اعتقد يعني مش استيل النادي الاهلي. اه. ما خلي بالك. في كرة الخدم. اللي دي جابالية كبيرة كمان بالذات. اللي هي لما بيجيب لعيب. مطالب هو يبقى كويس. وارد جدا اللي انت المكان والمناخ واللي هو يتأقلم مع فرق. اولا دي عامل كبير. اللي هي عامل نفسي كبير جدا. انت عندك لعيب هنا بيطلع في اوروبا ميتأقلمش. بلابيو عامل ايه. عالفتر سنة. تمام. اه. تمام. فهو اعتقد اللي هو. ملسه متأقلمش يعني. وبالذات بقى لين نتايج مستنيين جون. فهو البداية دايما بتبقى مهمة جدا. يعني البدايات دايما بتبقى مهمة للعب دي. هو لسه. قفلة معاه. فكل ماتش بيعدي اللي الرصيد بيكبر. رصيد بيكبر. صح. فنس بتاقب. دي الاهلي وزمالك تحديد. انا شو بقى بقولك الاهلي وزمالك مش الاندال بعد الاهلي وزمالك. عندهم مشكلة دائما في اللاعبة الاجانب. تحديدا في مركز المهاجم. في السنوات الاخيرة طبعا عشان في اسماء. اه لما بيجبوهم من الخارج يعني من برة. اه. اه. تخلي بالك برضو الرأس الحربة او المهاجم الفاز. اه نادر ان انت تلاقيه يعني بتلاقيه طلقت في حتة كتيرة جدا. انا بكلمك في اندية في مصر. اندية في مصر. بايدة عن اهلي وزمالك ممكن اصغر في التاريخ يعني. بيعافوا يجيبوه لعيبة كويسة في البركز. الناد الاتحاد. الاتحاد عنده مبلوله رائع. اه. مهاجم في الدول. مهاجم هاجل. مسلا يعني. وفي بتاع امبي. ورفيء كبه. اه. ممتاز. فانت تتكلم في كزا فرقة هتلاقيه عندهم لعيبة مميزة جدا. ايه بقى ايه. اه برضو حتة الستايل بتفرق. اه. لا ده انا جايب من حتة الفلانية. زي مسلا يعني. وبالتمن الفلاني. اه ايوة احنا. لا انا اقصد ان هو بتجاب بكتيب فلوس كتيرة. ايوة. فالتمن الغالي تمنوا فيه. اه اللي انا جايبه انا جايب لكم بمليون دولار. احنا انا كنت فاكر كويس قوي كان مدينة البعوث اللي هي في الازهر دي. طبعا. جبنا لعيب. والله انا كنت تنس اسم. عدنا نتحق يا ابو جايب شنطة بلاستيكو بتاعو حاجة. يا ابو جايبينة. طلع ابن جنيه اللي عيبها هايل. مدينة البعوث ولا على الباله. ايه بتبقى حزوز. حزوز بس. بس الزمن كانين في حزوز يا كابتن علاء. لا بس يا بقى ايه. الوقت. السفيل واحده. ايه. انا ضد اللي انا اجيب ورقة اقول ده هنا وهنا وهنا ورقم وكذا. سواء العيب. سواء مدرب. سواء اداري. الورقة دي انا لها تقنع ايه بحاجة خالص. انا اشوف بعيني. انا اشوف بعيني. بعينك دي اللي هو ايه برده يا كابتن. بعيني اللي انا اتابع اللاعيب ده. ايوة. والنادي اللي انا اعتقد اللي هو عنده لجنة. سكاوتينج بلاست كابتن هاني رمزي. من هي لجنة التخطيط طبعا. يروح يتفرج على ماتش واثنين وثلاثة ويجيب الاسيديهات بتاعته ويقطع ويشوف الجندج ازاي. اتكرر يبقى هو مميز بالحتة دي. بالحيط الدفاع عامل ازاي. طيب لما جيبوا مع الحوالية امكانياتهم ايه. يقدر مثلا الكوار اللي هو بيوصل لجون. عندي اللعيبة اللي عندي في النادي الاعلي تقدر توصل لجون بالمنظر ده. او الكوار العرضية هتتعامل من النادي الاعلي كزا. او من جنب الشمال كزا. جماعة اللي بيقوله الكابتن على ده مهم جدا. جدا. انا في ناس وحلاك اهيد عارف ده. وشفت ده بعينيك اهيد. بيجي لهم سيدي يقولك ايه شاهد ابرز مهارات اللعب الفلاني. فيجيبوا الفيديو دوت مسلا ايه. للكبالي اللي اداها. ايوه. وبس كده فالناس تشتري على هزا الاساس. كل بقى التفصيل الحاجة بتقولها دي. انا ببعت لي. صح. بس بنائي احسن. كواليتي تعمل في المباراة ببعته لك. صح. لا بتشوف ان احد دفاعي بتاعته. مية فلمات. ولا بتشوف اللي جوالي ضياحة. ولا بتشوف كور كتيرة مسلا ممكن تيجيل ومعرفش تصرف فيها. صح. لكن انا لما انا اقتنع تماما ممكن تلاقيه لعيب كواس قوي. طب يا جماعة الراجل ده بيتعمل له عشرين اوفر من الجنب ده ومن الجنب ده في الماتش. عشرين كده بيجيب جوان واولا. هل انا النادي عندي امكانيات لعبتي اللي موجودة. هاقدر اعمل كمية الاوفرات دي عشان اللعيب ده يجيب جوان. صح. لو ما عنديش. ما ما جيبوش. ما جيبوش. صح. تمام. هلاقي لعيب في قص الزحمة جول. اه. اه. انا انا عايز اقوله ده. ده سبعين في المية من اللي بيحصل ده ممكن يبقى مجمود عندي. وانت اصلا مسلا ممكن تبقى اهلي او زمالك بتلعب دايما وسط زحمة. لكن انت لو فرقة تانية بتلعب على المساحات. باس. فمشو مفوت تجيب المهاجم ده عشان ما بيجريه. ايوة. يعني اه. معظم بفرقة بتلعب ده اهلي او زمالك بدي فيها حزر ده فيها عشوية. فبتلاقي التكتلات دفعية. هل الراجل ده في وسط التكتلات دي. يقدر يجيب لك جن. صح. يقدر يتصرف. صح. يقدر واحد ده واحد يجيب جن. صح. حد دي مسلا حرارك هتفتكره على طول. كان فيه مهاجم بيعاب في الاتحاد اسمه كابونجو كاسونجو. عارف. كان رائع جدا في المساحات مع الاتحاد. جز زمالك. زمالك اللي فيها اللي قد يوم بتتكتب ده مش بتاع مساحات. فالراجل مفيش خالص. مم. ولكنه اللي راجلك كاب يتقلق ومكسر الدنيا. عشان كده يا جماعة يقولك اه يعني. صلاح الدين سعيد ده برضو كان في داك لمكسر الدنيا راح الاهلي مفيش. انا انا اللعيب ليتناسب معي. اه. والله لو بعشر قروش. صح. لكن ده هيفيدني. اه. وانا يعني اه الموضوع ده اصله انا بتعرض ليه لان في لعيبك. يعني بلاقي بصحة الصبحية لقي تلتميد فيديو. اه. وقصة كابتن ده لعيب موريد كذا ده لعيب هاجل. ابص عليه كذا وكذا. تمام? خلاص بس اتعلمت بقى. صح. اتعلمت بقى مع الفيديو اللي الحاجات اللي بتتقصي ده وتتبعات لك وكلام ده كله. انا كابتن على نبيه هنزل اللي تعمل لك فيديو عبكار. اه. عادي جدا. وهتقول له ده مرضون اه. عادي في اه. هعملها عشر مرات هتيجي منهم واحدة كويسة خلاص جامع. احنا انت خل بالك انت النادي اللي عنده ادارة سكراندوم كبيرة واحدة. ممتاز. 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 عندنا ادارة كبيرة يعني. متأخرين شوية. انت عرف انا من من شوية كان معايا المدير الرياضي اه اللي انترخت فرانكفورت اللي بلعب فيه عمر مرموشي. انا والله سألته السؤال بشكل مباشر وهو انا متصور ان هو كان متصور ان انا سازج. مم. انت روح هو يعني ايه مدير رياضي. اش احنا كتير او منكلم ده في مصر يقولك ان شاء الله هنعايا المدير الرياضي في النادي. بس كتير او ما معرفوش فكرة ده او ازاي بيشتغل يعني. من اكتر مدرب عاجبك في مصر بحال الوقت. في الدور المصري. في الدور المصري. اه. انا عجبني اه عجبني تلاتة بصراح. هاجل. عجبني علي ماهر عجبني احمد سامي عجبني مجل عباط. اه. تلاتة كويسين ماشين كويسة. اه التلاتة اه. تلاتة ممتازين. اراك في احمد عبدالرقوف. اه عبدالرقوف اه مشروع عمدارب هايل. اه. انا بقى نفسي بقى. شوف التلاتة اسماء دول. بس لما هتكلم عمتخب الشباب والمتخبات المشئين. يلا يلا. تمام? انا نفسي بقى. اتحاد الكرة يرفع سماع التليفون والله مسلا يا رئيس النادي. اه. نفسنا حج فرج عامر. اه. اسمع. اه. بعد اذنك عايزين اه كابتن احمد سامي معانا للمنتخب الاولمبي. يمسك المنتخب. يتولى مسؤولية المنتخب الاولمبي. تمام? المدربين يا جماعة اللي يمسكوا المنتخبات لابد من نظرة تانية خالص وفكرة تانية خالص. مدرب قوي. زي ما انت بتقول كابتن احمد عروف ده مدرب هايل. كابتن تعالى اربع سنين تلات سنين مع المدرب مع المنتخب ده عايزين تواصل الاجيال تطلع لنا لعيبة واعداد وبرنامج. تمام? لكن انت النهاردة تبص على الاجهزة كلها بتاعت منتخبات الناشئين. صراحة يعني كل. تأسيمات كلها. ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا وده حصل مع منتخب الشهلوة وتوت شمال افراق. لا ده معا يعني البداية بشوحة بش حلوة. مم. وانا من شوها قلت لك ايه البدايات مهمة جدا. صحيح. البدايات. البداية مؤلقة. بشفنيا. الناس كتيرة جدا بتتكلم. خد وخد 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 وخد. طب فين الخبرة اللي انت كنت تتلاشى هزا الكلام كله. تمام? عشان كنت لازم تعرف ان المكان ده مثلا كان عليه حرب من الناس كتير. ده واخد فلان واخد فلان واخد فلان واخد دي بقى خبرة وحنكة المدربين. عشان كده احنا محتاجين على مستوى عالي او 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 اجهزة فنية قوية جدا 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 تدير المنتخبات. بالشرط يا جماعة المدرب كويس يبقى على فريق الاول. مش شرط والله. والله انا ضد الموضوع ده. انا لما اجيب مدرب قوي. واتدي له مرتب كويس. هي دي. ادي له مرتب كويس. بالشرط انت مدرب معك موليد كزا. لا يا عمد انا بعمل لك جيل. ادي له امكانات كويسة عشان يشتغل بنفس وبشغل بقلب. ويروح يشوف هنا ويشوف هنا ويجمع ويعمل معسكرات ويعمل معسكرات. عشان كده يبقى عندنا اكبر عدد ممكن عيب المميزين. لكن احنا كل مرة بنقعد نزعل على النتائج ويقفل ومشي الجهاز وهات جهاز جديد. وانعدها تانش. وهكذا. ونفس الكلام. ونفس الكلام بنقول. صح. كبت العلاق شرافت نوارتك. الله يخليها. الله يخليها. شكرا جزيلا. الله يخليها. شكرا جزيلا. شكرا. الناس يكونين مع حضراتكم بعد الفاصل اللاعبات كرة السلة بالنادي الاهلي. يارى سامة طمارة نادر وحبيبة محمد. لتولوجه مؤخرا بكأس السوبر لكرة السلة. خليكم معنا. يا رب حضراتكم مرة اخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة ثلاثة من نجوم أو نجمات النادي الأهلي في كرة السلة الفريق الفائز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الجزيرة مؤخراً ثلاث بنات زي الورد شطين جداً وفرق كرة السلة في النادي الأهلي دايماً متفوقين بصراحة سواء بنات أو رجال شرفنا ينايرني يارة أسامة وتمارة نادر وحبيبة محمد يارة ازايك من ورد أفبارك كله تمام؟ تمارة من ورد دانيا ازاي حضرتك أفبارك إيه البطولة دي بطولة مهمة بالنسبة لكم جداً خاصة أنت كنتم قابلها على طول كنتم خاصةين دولة المرتبط دخلتوا كاس السوبر وقدرت اتفاعكم فيه احكيلي كواليس باب وحكيلي إزاي قدرت تفوزوا بعز الموافق هي الصراحة كواليسة اللي احنا كنا نفسنا طبعاً نكسها ببطولتين بس كان في عدم توفيق كبير قوي في أول مرشين بتوع سبورتنج فكنا بس محتاجين نعمل أي حاجة اللي احنا ندي بطولة دي للجماهير وطبعاً في الأول بس أحب أقول ألف سلامة للواء عمري فاروق وطبعاً احنا بنهديله بطولة دي كابتن عمري فاروق يعني حبيبنا جميع وإن شاء الله يا رب بإذن الله يقوم بألف سلامة إن شاء الله فإحنا كننبقنا كتير قوي شغارين اللي احنا نكسها بطولتين دولة وربعات عشان هما كانوا في نفس الأسبوع فكان طبعاً نفسياً اللي احنا نكون كسبانين بطولتين دول بس ما حصلش نصيب في المرتبط وحصل نصيبي الحمد لله في كاس السوبر حبيب أقوليه إيه اللقطة اللي كانت صعبة في المباراة حسيت إن المباراة ممكن تروح بينكم يعني وإحنا أصعب بحاجة الأسبوع ده كان إن إحنا نعرف نتخطى المرتبط إن إحنا يعني يخسرنا ونقوم تاني يعني ونركز في مطش الجزيرة بس دي كانت أصعب حاجة فالحمد لله يعني قلنا خلاص إن ده درس ونتعلم منه وده يفوقنا وشوفنا غلطاتنا وكده وحاولنا نصلح منا في مطش الجزيرة إنتوا في مطش المرتبط كنتوا بالنسبة لكو صدمة مطش السبورتينج ده إنتوا مكتبتش متوقعين إنتوا تغسروا؟ أوه طبعاً يعني يعني مرتبط دي إحنا كنا واسكين إحنا نكساب يعني بس بعد دي كنا طبعاً كنا متدقيين بس ما كانتش في وقت خلاص نتضايق فرجعنا على طول التمرين وصلحنا من غلطاتنا وكل حاجة طيب تمراً أنتوا قعدت مع كابتن محمود الخطيب قعد معكو قبل المباراة اللي حصل في العهد هو كابتن محمود الخطيب طبعاً نشكره إن هو قعد معنا في اجتماع زي ده أكيد فوق فرقة هو كان مش عشان خسلنا بطولة هو النازل الأهلي ما بيقفش على خصالة بطولة واحدة هو عشان إحنا أوهما السيزن اللي فات من قبل ما نجي الأهلي هم ما شاء الله كذبوا الخمس بطولات فهو ما كانش عايز يحس إن الفرقة تقدر تخش تكسب أي بطولة من غير ما تتعب وتشقف فهو كان كل كلامه إن طول ما أنتوا بتتعبوا ويعني تعملوا لعليكو ده ربنا أكيد هيديكم بس كان الاجتماع وخاصة مش عشان خسلنا بطولة بس عشان باقي الموسم يعني واتكلم معاكو بإجابية جداً لا قال لنا كمان جميلة مهمة قوي إن يعني هو دايماً معانا في الفرحة في عمره ما هيدينا ظهرنا في الخسارة فهو بصراحة كنكريمه كويس أو يمعفر آيان هاي اللي جاي إيه بقى يا راه إنتم مفروضة عندكم منافسة إيه اللي جاي؟ مفروضة إن شاء الله عندنا كاس مصر والدوري دول أهم بطلتين دول هتدخلوهم إمتا؟ مفروضة إحنا عندي توقف شهر وبعد التوقف على طولة نبتدي اللي هي المرشات بتاعت الدوري الدوري؟ بالضبط حبيبتي سألنك سؤال بس إنتي هتلقوبيني بصراحة حاس إنتي هتلقوبيني بصراحة في كل السؤالنا محسسسي كذلك أمان؟ أجوبي بصراحة مين اللي هي في الفرق سيطرة؟ مين اللي بتسيطر؟ أه هاي شو تسأل؟ سوريا ورانيم ونذين وميرال. يعني دول الكبار فدول أكثر النس بيلم. وأنتو طيبين. أه. أصدر أنت تتحددوا أي. شكرا لجمالي في العداد المرابة قبل الطيبين. مين طيب؟ انت أخذتوا إيبا المراني. مين اللي بيعم المالب؟ مالب؟ 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 مالب كثير قوي. مش عارف. يعني مالب هزار يعني. أكثر رعد بيغزر؟ أقبل هزار أه. ما تقوليش أنا. شكلو أنت يا. أكيد لا حدش هنا. ممكن ما تقوليش أنا. لا. ممكن أكثر رعد بيغزر حاسة. مش عارف. فريدة واقل. فريدة؟ فريدة واقل أكثر واحدة يعني دائماً بتغزر وبتتحك. دائماً بتدي بوزيزي للفرقة. فهي ممكن تكون أكثر واحدة ممكن أقول عليها كده. وأكثر واحدة بتغزر. وأنت يا رامين أكثر واحدة بتغزر غيرك. عشان ما حسيت أن أنت أعود. لا لا. وانت كنتي مستنيهة الإجابة تيجى عليك أنت. آآ أحاسا برضو فريدة واقل. فريدة. فريدة واقل. وميرال. ميرال برضا. أه. أعيز ألع عم معاكم بصباحاً. أه موضوع شكله جدد كده. أحاس إن أنا دم متئيل أصلاً أنتم دموك خفيف حانا دم متئيل يعني. فعيز ألع معاكم. أعسألك الشيء؟ اسئلة؟ أنا معي الإجابات مايش الأسعر نقولك بأسعر موضوع. انت اللي هو فجأة ايه ده ده بجد فيها لعبة من في النص طيب مين كابتن فريق كرة القدم في النادي الآخر؟ شناوي 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 طيب مين لاعب مصري محترف في أرسل؟ نين نين تكسو طيب مين المنتخب اللي كسب كاس العالم كرة القدم 2022؟ أرجنتين طيب مين بطل النسخة الأخيرة في دوري ام بي ايه؟ سالتيكس صح؟ لأ 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 سموكي بتاع لوكا لوكا في الاسم ايه؟ نوغتس؟ ستفن كري اخذ ايه؟ ستفن كري اخذ السالة القربية نوغتس نوغتس هوا ده ستبني الإجابة بس انا كنت مسكنها من بره يا ربا حدي ولا يا ربا دي يا عصر شكرا مصري تقاوي يعني بس بربا عليك بتكسابك أكتر لاعب تنس حقق ألقاب بطولة جرانستام في التاريخ عم التنس افيش جيوكوبيتش؟ جيوكوبيتش جيوكوبيتش قولها وخلاقي انا عارب ادميها وخلاص وكده كده هتيجي يعني طيب مين بطل دوري السوبر لكرت سالة في مصر الرجال؟ لأهلي 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 لأ لأ شكرا لأهلي والأنتحاد شكرا خالص الله طيب، أريد أن أسألك السؤال، كان يبدو أن أسألوكم في الأول، ليه اخترت البسكت؟ الصراحة بالصدفة، كنت في المدرسة، فكان عندي صحابي بيلعبوا بسكت، فراحت اتجربت معي، وبس بعد كده تديد بسكت في نادي قريب من البيت، فكان أكتر كابتن حبيبني في البسكت، كان اسمه كابتن مراد الزيني، فدل خلاني لنا أكمل، أكمل، حبيبة؟ أنا أختي بردو كابتن لعب بسكت، فكنت بروح معي هاياني، وقدين كنت أعطول بقى بعض العلعب بالكورة وكده، بعدين دخلت بقى فرقة صغالين، وحبيتهم موضوع ويبقى في كمالت طيب، ونعن أسألك سؤال تاني بقى أخوص بي على كل بقى، أحمد محترف دلوقتي، أحمد أخوك، بتفكري في الاحتراب، بتفكري أنك تطلعي بردو؟ لا، 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 أنا بقى رايشة بردو، يعني، جالي كذا قفر بردو وراحت، بس أنا عندي، أنا مش زي أخوتي خالص، يعني أختي كبيرة وأحمد، اللي اتنين عارفوا سافروا وتأكلوهم بردو، أنا ببعرفش خالصة تأكلوهم بردو، وبحب العيلة، وبحب مصر، مش عارفين، حتى لو جالي، ما ظنش يعني إن أنا حسنا، إلا أنت مرتبطة بها، ما عنديهش مشكلة يعني، حتى لو جاليك عرب في أمريكا؟ يعني، اعاد بردو؟ بس أنت هاتتتفروا يا أمريكا عادل أو أمريكا؟ أنا جا لي أفرز كتيري قوي، بس أنا صراحة كل عمر، يعني جربت اللي أنا أعطار بردو أنا أخي محترف داري الجماعيات، بس ما قدرتش خالص، بنحب عيلتي ومصر، ومقدرتش علتنا بس أنا بس كتيري عارض في أمريكا، احب عيلتي وانا هناك. لا انا جربت بس صعبة قوي صراحي. يعني لازم الناس اللي هي تكون بجدة عندها قدرة على كده. بس انا متمرأ. خالص. حبيبة شاك لك مسافلة بكرة. لا لا. بس انا متمرأ فحبيبة شاك لها سيارة. انا كنت روح في الجامعة برضو في امليكا بس بعدين خفت يعني وحسس انا مش حاضرة بقى الواحدة. بس فقلت يعني ممكن خلاص جامعة في مصر وبعدين افكر او ايه اللي هيحسن يعني ساعدة. ايه. انا ساعدنا بداينا تمارة كل شوية تواشوش. المفاجأة بقى المفاجأة ان المفاجأة دي بتجيب كل حاجة. كل الوشوشة دي تلعت على الهوى خلاص. انا ما عابش موشوش. انا بس سامع. بس كده اللي بيفرجوا عن علينا هيسمعوا كل حاجة ان شاء الله. انتوا حينوورتوني وشرفتوني. وبهنيكم وابريت لكم. ان شاء الله يا رب دايما بالتوفيد. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب جزيرة. ده كان يارة اسامة. وتمارة نادر. واحبيبها محمد لعبات فريق كورتسلة بالنادي. يا الالي. اللي فازوا بكاس السوبر المصري على حساب فريق. آآ. الجزيرة. وايضا ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10. يا رب تكونوا استنتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الالخير. اشتركوا في القناة